مثل الساحل الغربي ميداناً لعشرات الصحفيين والإعلاميين والمصورين لمواصلة دورهم في معركة اليمنيين المصيرية ضد ميليشيا الحوثي البعض السشهد مخلداً قصة نظال ضد الإرهاب الحوثي والبعض ما يزال يقاتل هذا الإرهاب بالقلم أو العدسة محاربون في معركة الشعب ضد إرهاب الحوثي منهم من السشهد ومنهم من تحرر من سجون الميليشيا وأخرون تكتب جراحهم التي يتعايشون معها فصلاً من نضال أبطال الحقيقة ورواية مكتملة عن إرهاب عبد الملك الحوثي المستمر ضد اليمنيين بكل فئاتهم ومكوناتهم كان الساحل الغربي مساحتهم الأولى ومنطلق قصة نضال وطنية لتبصير العالم بخطورة مسروع إيران وتراكمات الارتهان الحوثي لغواية التمكين والاستفاء والولاية والتبعية العمياء لمحور الخميدي في جغرافيا العرب شهداء وجرحاء وأسرى محررون ورفاق لهم في ذات المسار يواصلون من ذات المكان أو في مناطق متعددة معركة الكلمة إلى جوار البنتقية ليرى العالم هوية القاتل المأجور ومن ينكل بشعبه من أجل أن ينال ألقاب التبجيل باعتباره فرعا من ثورة خميدي إيران هذه الكتيبة من أقلام الحقيقة ورجال الكلمة وأصوات الوطن يمثلون لوحة شرف ستبقى معلقة على جدار التضحية والشجعة وخالدة في وعي كل رفض لمشروع الموت والخراب الذي يتلو يومياته الحوثي وقطعانه الباغية كان وسيبقى الساحل الغربي بتضحية أبطاله امتدادا أصيلا لمشروع الشعب الجمهوري ونضالة اليمدينة في حقب متعقبة ضد التسلط والإمامة والكهنود وكانت الكلمة وأبطالها في الساحل وكل مناطق اليمن طلقة ناجزة في رأس الحوثي وظلام فكرته ومشروعه الخبيث السلام والخلود لأرواح من وثبوا في لحظة فارقة من عمر الحقيقة ليكتبوا قصة نضال وتضحية بالكلمة لتواجه ميليشيا الموت الإيرانية أقلامهم بصواريخ ومفخخات وعدوان مبين قال مسؤولين